أشهد دكتور ضياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني بانطلاق قناة أكسترا لايف وتخصيص جزء من عملها لنقل جلسات الحوار الوطني وقال رشوان إن مجلس الأمناء سيجتمع خلال أيام قليلة للإعلان عن جلسات الحوار الوطني القادمة لافتا إلى أن التنوع والاختلاف كان سمة مؤكدة خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مشيرا إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الحوار الوطني هو الذي يصنع مستقبل الجمهورية الجديدة وأوضح المنصق العام للحوار الوطني أن مطالب وقضايا المصريين مطروحة في كل لجان الحوار الوطني مؤكدا أن الحوار الوطني ليس بديلا للحكومة والبرلمان لكنهما في تفاعل دائم مع الحوار ودعا رشوان المصريين للمشاركة والتفاعل مع الحوار الوطني عبر وسائل الاتصال المختلفة مشيرا إلى أن هدف الحوار الوطني هو رضاء المواطن في نهاية المطاف ولفت رشوان إلى أنه لا توجد خطوط حمراء في الحوار الوطني